اشتركوا في القناة المحلية لجعل المناسبة رمزاً للخير ومساعدة المنكوبين بالمتغيرات المناخية المستمرة. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن الأبطال من أبناء محافظة حضراموتو أتحالف دعم الشرعية دشنوا بملحمة التحرير عهداً جديداً للأمن والاستقرار والتنمية في المحافظة. وأضاف هي فرصة لنؤكد دعمنا للسلطة المحلية لجعل هذه الذكرى رمزاً للخير ومساعدة أهلنا منكوبين بالمتغيرات المناخية التي ضربت مؤخراً المحافظات الشرقية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الرقن فرج البحسن على مستوى الجاهزية والانضباط والاستعداد القتالي لقيادة قوات خفر السواحل بحضراموت. واستمع من قائدها إلى تقرير حول جاهزية القوات في التعامل مع أي تهديد يشكل خطر في سواحل حضراموت. كما تفقد اللواء الرقن البحسن باستوى جاهزية الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضراموت ومدى التزامها بتنفيذ التدريبات الأمنية في إطار الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضراموت من تنظيم القاعدة الإرهابي. واستمع من المدير العام للأمن والشرطة إلى شرح حول الاستعدادات للتعامل مع أي إحداث طارئة أو مواقف تسعى لزعزعات الأمن والاستقرار. وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الرقن فرج البحسن بمدينة مكلة إكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري. وأساحة شهداء حضراموت في إطار الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضراموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي. وعقب وضع إكليلا الورد تم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء النخبة الحضرامية. وأنوها عضو مجلس القيادة بأهمية وعظمة ذكرى يوم التحرير الرابع والعشرين من أبريل في تاريخ حضراموت والوطن مثمنا جهود التحالف العربي الذي تقوده المبنكة العربية السعودية وبدعم ومشاركة دولة الإمارة العربية المتحدة لإنجاح معركة التحرير. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عادا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عددا من المواضيع المدرجة في جدوى الأعماله. وعلى وجه الخصوص القضاء المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي وأحط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات والوضع الميداني في مختلف الجبهات مع استمرار تصعيد ميليشية الحوث الإرهابية ونتائج زياراته إلى محافظة تايحة راموت ولحج. وأشدد رئيس الوزراء على إجراء التقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية. ومجددا التأكيد على الانتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الزاعري في العاصمة المؤقتة عادا مع القائم بالأعمال الصيني لدى بلادنا وأشهد وزير الدفاع بعمق العلاقات اليملية الصينية وموقف الصين في دعم اليمن وقيادته. مؤكدا إن استقرار المنطقة وطرق الملاحة الدولية مرهون بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ومشيرا إلى الضرر الذي تسبب به تهديد طرق التجارة العالمية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وأوضح وزير الدفاع أن السلام وميليشيات الحوثي نقيضا لا يمكن أن يلتقي ما لم تهزم هذه الميليشيات عسكريا من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني على موقف بلاده الثابت في إدعم اليمن وقيادته وأدعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة